ما ورد في خطاب وزير العدل حافظ الأخدام فيما يتعلق باسترداد المختلصة أو اللي كانت موضوع الفساد أقول أنه محاربة الفساد لها شقين الشق الأول وهو مهم جدا ومستعجل وهو منع الشخص الفاسد من الاستمرار في الفساد هذا كإجراء أولي هو وقف الفساد وأعتقد أن القضاء في الجزائر لحد الآن مع توقيف كل هؤلاء الأشخاص اللي كانوا سبب يوم ما في ضياء أموال الجزائريين وعقرتهم ومصالحهم تم توقيف العديد من الأشخاص معنى هذا أنه وضع حد لهؤلاء من الاستمرار في فسادهم يجي المرحلة الثانية في مكافحة الفساد وهي استرداد الأموال الجرائم التي ارتكبها هؤلاء والتي أدت إلى ضياء أموال الشعب الجزائري استرداد الأموال جزء الشقة الثاني في محاربة الفساد وهذا اللي يتكلم عليه وزير العدل في الخطاب لما نرجع لي كيفية استرداد إمكانية أولاً لأنه منذ أن طفل حديث عن الأليات القانونية صار هناك جدل لأنه وفقاً من خلال تنفيذ القانون 0601 لمتعلق بمكافحة الفساد وكذا وقايته في كثير من يعتقد بأنه هناك تحديات صعبة خصوصاً بتقديم الأدلة وحتى الوثائق والإثباتات قصد المصادرة والحجز وكذا الاسترداد النهائي في إطار كل اتفاقيات الدولية المبرمة بمبين الجزائر ودول أخرى لا هو أكيد سيدتي الفاضلة استرداد الأموال ليس بالأمر السهل وليس بالأمر العين لأن الأطراف العلاقة هم دول وكل دولة لها سيادتها وكل دولة لها تمارس سيادتها على كل مصالحها وكل إداراتها وكل مؤسساتها المالية وبالتالي نجد صعوبة كبيرة الدولة تجد صعوبة أكيد لا محالة في أنها توصل إلى الأموال وإلى حجم الأموال وإلى أماكن الأموال إلى طبيعة الأموال من أجل مباشرة إجراءات الحجز عليها وبعد ذلك مصادرتها هي المسألة مسألة صعبة أكيد ولكن ليست مستحيلة في ظل القوانين الحالية لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد 2003 التي اجتبعت فيها أكثر حوالي 150 دولة من أجل أنها تحارب الفساد وضعت كثير من الآليات التي تسبح بالوقاية من الفساد أولا محاربة الفساد ثانيا ثم استرداد الأموال وضع الفساد ثالثا هذا الاتفاقية الدولية الجزائر طرف فيها انضمت إليها الجزائر وتبنى تكثير من النصوص انتحها في قانون 0601 والنصوص موجودة والآليات سأتكلم عنها بالتفصيل إذا كان في الوقت نص القانون تبنى هذه المبادئ وهذه الإجراءات يبقى فقط تفعيل هذه الإجراءات كيف يتم القانون وضع الآليات بقي أن تفعل في إطار اتفاقيات ثنائية بين الدول لأن الدول ما تنفذش قوانين الدول للأخرى على إقليمها دون اتفاقيات ثنائية يبقى أن الاتفاقية الثنائية التي تتبرمها الجزائر مع الدول الأعضاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد أنها تجسد هذه المبادئ المنصوصة عليها في قانون 0601 من أجل تفعيل عملية استرداد الأموال وتسهيل الإجراءات من جانب أخر لأن المعاملة في الاتفاقيات الدولية هي معاملة بالمثل يعني كما تعاملني الدولة أنا عاملك وبالتالي لما نرجع للقانون وهنا نعطيك فكرة على كيفية استرداد الأموال لما نرجع للقانون الجزائري في القانون 0601 واشتبنا كإجراءات لفائدة الجزائر ولفائدة أي دولة طرف لأن القانون ما ينظمش للجزائر فقط ينظم للجزائر وللدولة طرف اللي ممكن تكون موضوع اتفاقية ثنائية وش قال؟ قال أنه فيه طريقتين إما أن الدولة جي لنا للقضاء الجزائري وترفع هي بنفسها دعوة عن طريق وزارة العدل وتطالب بحجز تحفظي على الأموال وتقدم الوثائق اللازمة وجاءت المادة 66 نص على الإجراءات تقدم دعوة وتطلب الحجز ثم بعد ذلك تقدم دعوة وتطلب المصادرة عن الأموال إذا كانت تتلئيدانا فيما يتعلق بالشخص انتعها هذا على مستوى قضاء والطريقة الثانية وهي أن الدولة في حد ذاتها بقانونها تصدر أحكام بالحجز وأحكام بالمصادرة تكون قابلة للتنفيذ في الدولة الأخرى نحن الآن القانون الجزائري لما ترجع للمادة 63 من القانون 0601 توجد أن المشرع الجزائري القانون الجزائري يسمح للدول الأجنبية أنها تحجز بموجب أحكام صادرة فيها على أموال موجودة هنا إذا كانت موضع فساد معنى أنه إذا كانت دولة أجنبية عندها واحد فاسد شخص ارتكب جريمة فساد على مستوها وحول الأموال إلى الجزائر يجوز لهذه الدولة أن تصدر أحكام بحفظ هذه الأموال في الدولة انتاحها وتنفل هذه الأحكام في الجزائر معنى أنها أحكام أجنبية تنفل هذا استثناء هذا ما كانش في القوانين الأخرى إلا في مكافحة الفساد الحالة الثانية وهي أن الدولة تجي لهنا للجزائر وترفع دعوة عن طريق بطبيعة الحال وفقا لإجراءات القانون الجزائري وتطالب بحجز الأموال